اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب أن صدور التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيادة مبلغ الكفالة الشهرية للأيتام والأرامل المكفلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هي مثال بارز ونموذج واضح لقصة نجاح إنسانية بحرينية من الوالد القائد لأبنائه وشعبه وأشارت معاليها إلى أن المكرمة الملكية تؤكد الرعاية المستمرة التي يليها ملك الإنسانية ورعاعي مسيرة الحكمة والعطاء لهذه الفئة حرصا من جلالته على مواصلة الجهود التي تصب في تخفيف الأعباء المادية التي يواجهها الأيتام والأرامل وأوضحت معاليها أن المبادرات الإنسانية أصبحت سمة وصورة حضارية لمملكة البحرين بفضل ما يليه جلالة الملك المفدى من اهتمام كبير لكافة أفراد المجتمع عموما ولفئة الأيتام والأرامل خصوصا وتلمس احتياجاتهم بصورة دائمة مستمرة والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم ولجميع المواطنين الكرام مشيرة إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى لزيادة مبلغ الكفالة الشهرية في ظل جائحة فيروس كورونا دليل على أن النهج الإنساني من الثوابت الراصخة في مملكة البحرين كما أشادت معاليها بالدور المميز الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من متابعة واهتمام في إيصال المساعدات والإعانات للفئات المعنية بما يحقق لهم الحياة المعيشية المستقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر